بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما اخذنا الحمد لله csv فايل وعملنا 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 وكل عملات عايز قبل ما تنقل ما بعد csv فايل قدي نبزة ان في جاهزة جاهزة موديولز جاهزة بتتعامل مع csv وبتديك امكانات اخرى فعايزة اوارككم منهم بسيطة بغرض انك تشوف الاساليب الاخرى وتاخد ثقة انك لو جالك دي او لقيت حد شغال جنبك في الشركة دي او بدي او دي بتاخد ثقة انك انت خلاص فهمت الفكرة وهتقدر تتعامل مع دي او دي او دي حتى بدون ما نعمل على الاب بوجيك تاني لكن بس مجرد ان احنا نبقى تعرفنا على اساليب اخرى يعني وبيلا ما شكل فانا لو جيت امتقيل بسم الله ان امتقيل سيفاز امتعمل new file جديد وقلت انا هشيل كل الكلام ده تمام حلو جدا وهبدأ اعمل import ل csv هي اسمها كده على طول مباشرة وهم جاي اعمل مثلا implies وهم جاي اعملها في شكل dictionary كده مثلا ايه عادل مثلا و ادي له مثلا المظيفة project manager مثلا و مثلا مراتب المال مثلا مثلا و بنفس الاسلوب ادخل حد ثاني مثلا ويسر مثلا والتين leader مثلا واحد اخير مثلا 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 بتدينا امكانية ان ان احنا نقدر ناخد منكشن ريدة علاكم مباشرة و اندخل في csv file csv بتساعدنا مثلا csv file عرف كده و هقولده equal بيشتغل بopen برضه اللي اوبر الفايل انا و قطله على هنخش على الفولدر اسمه data كنا مسامينه كده فولدر تأكد لحو عندك مبني و من جوة data هنخش مثلا على وانا سوف نضغط ايها فتح ويضع كل جديد وممكن اقول له النيولاين فيه النيولاين مش عايز فيه اي موضوع ايه ايه حاجة عايزه بتفاوض متعملش ايه علامة مميزة النيولاين كل نيولاين لوحده بس هو بيعمل كل نيولاين اوتوماتيك لوحده فكده هو السي اس في فايل بقى created يعني. السي اس في فايل عشان تشتر عليه بتكون في السي اس في حاجة اسمه الريتر والريتر هو اللي بقدر يكتب على الفايل. كل ده احنا تلاحظوا ان احنا استخدم نشلسة السي اس في. احنا فتحنا نيو فايل عادي جدا صح؟ بقوبن عادي جدا ومغير اي مشاكل والديكشنار اللي فوقه عملنا عادي برضو ومتدخل. لكن هنبدأ ان نستخدم السي اس سي اس في. تمام؟ بحاجة اسمها رايت. رايت ده هو هيكريات لك الريتر اللي هو اللي انت تقدر تكتب بيه كلام يعني. فانا هقوله dot write cv.write او رايتر اسم. وي هقوله هترايت على مين هقوله هو عايز الفايل السي اس في فايل. مغلنا عليها هي return اللي هي object انا هسميه الريتر. انا سميته الريتر عاس ان هو فيعلا هو اللي هيبقى متحكم في موضوع الريتنج او الكتابة. على فايلات او ملفات الايه. اصبع اول مرة استخدمه ويكون لي object اسمه الريتر. والريتر بتاعي راوت خلاص بقى موجود. انا ممكن اخب بقى line line وارمي مثلا فاقوله مثلا for على سبيل المسال. الريتر بتاعي. عندي بقى كزا سدوبة عندي منهم write write row وفي write rows. write row طبعا بترائد واحد واحد و write rows بينك. تاخدهم كلهم من راحة. خلينا نعمل عشان عملنا loop نخليهم نعمل write row وباك نعمل example تاني ب write rows. تشوف حاجة بسيطة جدا بس مجرد معارفة وتعرفة. خلاص انا write emp emp. تمام. بعد ذلك انا بس ها اقول لك اعمل لي print عشان بس خبالي. وقل لي file created with data successfully. لو تم يعني. وفي الاخر اقفل الفايل بتاعي نعمل csb file.close. وخلاص. كده انا write up الفايل بتاعي نعمل. وقل لي file not found file not found. طبعا هو file not found. ما عندناش فولدر اسمه data. اقوله ما يشينا نكريت فولدر كده. ديريكتري واسمي data. وهارجع ريران. هاللي file created with data successfully. ترو ماشي اوكي نروح على الفايل. هلا اقادي ليه. هادي البيانات بتاعتي نزلة كل الفايل. without any problem. نشوف مع بعض نكمل ان شاء الله. كذا اسلوب تاني من الليبرير بتاعت csv. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.